الراديو 9090 هواها مصري اولا حسب مش حسب بقى نوع الدواء حسب الجرعة اللي الطفل خدها فببدئيا احنا خلينا نثبت قاعدة وهي انه يجب ابقاء كل الادوية بعيدا عن متناول الاطفال صح؟ طبعا حتى في كل العلب الادوية كده يحفظ بعيدا عن متناول يد الاطفال تمام كده؟ لان الاطفال غير قادرة على التمييز لكن لو الطفل خد بقى دواء مبدئيا خالص كده هو نشرب مية كتير مية لحد مجرى على المستشفى ولا لحد ايه؟ مهو على حسب belli هو لو في قرص واحد او في حاجة زي كده اتخذت هو ما بيبقاش الدواء دا دواء سامية يعني هو بيبقى دواء خلينا ناخد نقول ايه؟ دواء ضغط دواء مسلا فيتامين دواء حاجات كده اقصى حاجة ممكن تحصل ايه؟ ان الطفل يعني نشربه مية علشان نقلل فكرة تركيز الدواء دا طب مقولة اللبن مقولة النشرب لبن عشان يقضي السم اللي في الدواء مش السم BUT الدواء مفيه سم بس هي دي نقطة كويسة في حاجة انه غالبية الادوية بيفسد مفعولها بسبب اللبن طب نعمل ايه بقى الامات اللي بتردع لا لا ما انا هقولك لا مش بتردع يعني يعني لو انا ابني بيشرب لبن بس طف فبديله الدواء بعد اللبن اه لا بعده حاجة واسناءه حاجة تانية مش في النص يعني حتى دايما يقولك ايه ما تديش دواء بلبن بدل الميا يعني فيه ناس تقولك ايه انا هاختي له قرص الدواء الفلاني او النقطة الفلانية حطها له على اللبن لا اللبن غالبا غالبا ودي حاجة غريبة جدا انه هو بيفسد عمل الادوية عشان كده هذه النقطة يجب الاستفادة منها بقى انه لو الطفل خد دواء غلط ممكن نشربه شوية لبن في ساعته تمام ونشربه ميا السوائل الميا كتير تمام اذا الطفل قدر انه هو يرجع ده يبقى حاجة كويسة ولكن مقدرش برضو ما نزعجش نفسنا فكرة بقى ان احنا نروح المستشفى طبعا فكرة وردة ولكن دون هلع يعني دون التعامل مع الوضع لانه كارسة انت فاهم قصدي ليه خليني اخد يعني النموذج مثلا شهير شوية انه هو مثلا لو طفل خد فيتامين مش المفروض ان هو ياخد اولا هو لو بلعه هو هيفضل بحاله يعني لو طفل بلعه هو يا اما هيقرأشه اما هيبلعه فالقرس ده هيفضل يعني فغالبا بشرب الميا والسوائل والحاجات دي كلها قد يعني قد ينزل القرس الدواء ده كما هو في براز الطفل على فكرة يعني يعني بنتبع حاجة زي الفل بنتبع حاجة زي الفل تمام فكرة الميا دي فكرة بتخلي الطفل يعني بنعمل او بنعمل تخفيف لأثر هذا الدواء وزي ما قلنا ممكن الاستفادة من فكرة اللبن تمام لكن حتى لو مثلا اللي هو مثلا لو خد دواء ضغط مثلا بتاع جده او بتاع جدته او بتاع بابا هو ايه اللي هيحصل هو اللي هيحصل ان الضغط هي انخفض هنا بقى بنروح المستشفى وبنقول لهم الدواء اللي احنا اخدناه لان فيه فرق كبير قوي ما بين ان الطفل يبلع دواء او انه يبلع حاجة سامة بعد الشر حاجة سامة ده موضوع تاني خالص بيتعمل لها بقى غسيل ماء يعني فيه احيان كتير بس عايزة اتطمن الناس ان فيه احوال كتيرة قوي الطفل لو خد قرص غلط ما بيتعملش غسيل معدى ومتعملش كلام ده خالص هو بيبقى فيه مراقبة بس لبراز الطفل فيه تحسبة انه هينزل فيه ومع شرب السوائل بشكل ده وخلص وتبقى الدنيا تمام ونأكل الطفل حاجة يعني بيبقى فيه عملية تحفيز للاخراج بس ومش هيحصل حاجة لو من الاول حطينا الادوية والحاجات اللي ممكن نبقى شكين فيها بعيد عنهم تماما يعني ايو بالزبط